واهم حاجات تشلم من دماغك ان انت تشتري الحاجات دي من برا اول ما تقول لحد بديل اللانشون ونقول لك لا الا اللانشون ما يبقاش لي بديل ابدا مفيش حاجة زي الطعمه طيب انتو عارفين الحاجات المصنعة دي بتتعمل ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة جدا خلينا نسميها بديل اللانشون او السلامي يعني سموها زي ما تسموها المهم اللي هي بتكون روعة في السندواتشات والمدارس بقى والجامعات والناس اللي بتروح الشغل والناس اللي قاعدة في البيت اي حد هيحب الوصفة دي ان شاء الله اول حاجة عندي هنا ربع كيلو من اللحم المفهوم ويفضل ان هو ما يبقاش يعني احمر بدرجة كبيرة عندي بيضة واحدة وربع كوباية من الطحينة ما تستغربوش ولكن الحاجات دي على بعضها هتعمل طعم حلو جدا باضافة البهارات معلقة كبيرة من البابريكا معلقة صغيرة من البصل البودر المعالق انا بستعمل المعالق اللي هي المعيرية يعني عشان بس تكون موضوع دقيق معي عندي نص معلقة صغيرة من السبع بوهارات ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الملح واخر حاجة عندي نص معلقة صغيرة من البيكن بودر شايفين المكونات سهلة جدا يعني مش محتاجين 7000 حاجة عشان نعمل وصفة النهاردة الوصفة هتكون صحية ومناسبة كمان للكيتو دايت واللو كارب والناس اللي بتحافظ على صحتها هنجيب محضرة طعام ونحط فيها البيضة ونحط فيها ربع كوباية من الطحينة بالمناسبة الناس اللي بتسأل دايما ايه يا سروة الطحينة دي؟ الطحينة اللي هي بتكون مصنوعة من السمسم سمسم وبس هحط كمان البهارات وحط اللحمة المفرومة وعايزة كل داية تجانس تماما ضربتين كده قويين لحد ما كل حاجة تكون عم ابصوا من فوق كده انا في الفتحة حاولت اللي انا حط الكاميرا بس ما مفيش يعني بس هي مهم ان هي ايه اتخلطت معي بالشكل دا شايفين الشكل دا عامل ازاي؟ شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ النتيجة هتكون خيالية فوق ما تتخيلوا والطعم بقى يعني مش عايزة اقولك هو قريب اللانشون من بعيد ولا من قريب لا مناش دعوة ولكن انا هسميه البديل عشان انا كده بحس ان فيه ناس بيشتغلوا محاميين اول ما نقول بديل اللانشون لك لا مفيش حاجة اسمها بديل للانشون ليه يعني ليه مفيش حاجة اسمها بديل يعني ما صحتنا دي اهم حاجة في الدنيا اهم حاجة تعمل لانشون يبقى زي ما احنا عارفينه يعني خلينا بقى ايه؟ نشوف طريقة التسويل هتكون طريقة جديدة ومختلفة وهتعجبكوا جدا بصوا انا جبت الكبايات الصغيرة دي هتسويه سلو في الكبايات ايوه هنسويه في الكباية وايه من غير واقع ولا فويل ولا سريتش ولا اي حاجة عندي الكبايات والكبايات دي كبايات عادية بس جودتها عالية يعني جودتها كويس دهنتها دهنة كده من زيت زيتون او اي مادة دهنية وبعدين هندخل اللحمة جوه الكباية بالشكل اللي انت هتشوفو ده طيب لو عايزين نخليه قطعة واحدة نجيب كبايات قضي القطعة ولكن انا مجربة قبل كده المقدار اللي هو ربع كيلو ده بيكفت تلات كبايات بالزبط فعلى حسب ما احنا عايزين الشكل النهائي بتاعه انا حب يكون اللي هو يكون شكله الفيع كده ما يبقى شرل يكون سميك زي ما احنا هنحب ادي اول كباية شايفين شكلها حلو ازاي؟ وبالمناسبة نقدر نعمل كده ونحطها في التلاجة وبعدين نسويها وقت ما يكون عندنا وقت يعني ممكن نعمل الوصفة دي مسلا وايه؟ نبقى مسلا الديوم خلص خلاص وعايزين ننام او عايزين نعمل حالة تانية فما فيش مشكلة لو احنا عملناها وحطناها في الكبايات وحطناها في التلاجة بس بقى المشكلة لو عندنا ولاد صغيرين بيفتحوا ويشوفوا ده ايه ويأكلوا منه يعني ايه دي بقى المشكلة لو انحطها في التلاجة نخبيها يعني طيب تعالوا نحط البقية المقدار كله نحاول برضو ان احنا ندخل شوية علشان ما يبقاش فيه فراغات ويطلع كده بقطعة واحدة معنا بس انا مدخلش كويس ازاي؟ ادي كده الكبايات تانية معي جاهزة واخر كباية معي زي ما قلتلكم المقدار ده هياخد تلات كبايات ندخل كويس طيب انا كده خلصت خلصت تلات كبايات ناقص بقى طريقة التسويق ندخل اي فوتة مطبخ او اي قماشة ونحطها في الحلة ونحط التلات كبايات اللي احنا عملناهم بالشكل ده وبعدين نحط مياه مغلية لحد النص احنا لما نحط الكبايات دي على النار ونغطي وكل حاجة الكبايات دي هتميل على جنبه وتتحرك مفيش اي مشكلة مفيش اي مشكلة خالص هنغطي على اقل درجة حرارة عندك عالم بتجاز اللي هي الوسط على اقل درجة حرارة بتوعت حوالي خمسة وعشرين دقيقة بعد كده شايفين كده كبايات وقعت جوه المياه مفيش اي مشاكل هنجيب اي حاجة ونطلحها اهم حاجة باشن الكبايات متفرقعش ان احنا نحطها على اي سطح يكون مفيش مياه ايه نخلي بانا لما حاجة تطلع سخنة سواء كانت بايريكس او ازاز او كده شايفين القمشة دي خلاص بقاروحة اخلاص كل ده اخسله والكبايات دي هسيبها تبرد وبعدين نحطها في التلاجة ممكن نسيبها في التلاجة يوم وبعدين نقطعها انا سيبها ساعتين بس وبعد كده بقى نحاول اللي احنا ايه اه لطلعها من الكباية باي طرفة حاجة كده انا عندي الليل الخشبية دي مش هتبقى لازقة يعني هتطلع على طول اهو طلعت معي والكباية هي طبعا نخسلها بقى وكده التانية كباية هي انا بوريكم كباية عشان الناس بتقولي يا سلوك كباية هتفرقع لا الحمد اللي مفيش حاجة بالفرقع لو هتفرقع او الوصفة هيكون فيها اي حدا يعني تستدعي الشك هقول لكم يعني دي امانة يعني الواحد دي هيروح فيني يعني في الاخر انت هجربوا الوصفة فانا عايزكي تدعيلي في الاخر تبقى الوصفة معيك نجحة وحلوة وطعمها حل وظريفة وكل الحاجة اللي انت استعملتها مفروحش على الارض كتير وصفات ببقى عملاها ومش راضي عنها بالرغم ان بيكون شكلها حل بس مبردوشة زيعة يعني طيب تعالوا بقى نقطع طبعا كل ما هتكون سقعة كل ما هتتقطع معي بسهولة بصوا كده فاتخيلوا بقى لو احنا عندنا علبة في التلاجة فيها البديل اللانشون ده متقطع كده ومحضوط اي حد جاعين انت عايزة تعملي سندوتشات اا ما عندي كش حاجة حتى على الغضاء على سلطة على بتعملي بيت زا كده وعايزة اي حاجة عليها هو هينفع هينفع يعني مش عارف اقول لكم قد ايه مفيد جدا هو يكون في البيت شايفين كده بيتقطع معي شرايح زي ما احنا حبين تعالوا بقى نقطع الباقي كده كله طبعا بيطلع كمية حلوة تب انتو قلولي ربع كيلو لحمة مفرومة لو عملتو اي حاجة هيكفي كم سندوتشات يعني تعملوا قد ايه سندوتشات شايفين بقى بكمية دي ممكن الكمية دي تعمل قد ايه سندوتشات قلولي كده عدد السندوتشات اللي ممكن نعملها من الكمية دي كتبوا لي تحت في التعليقات طبعا على حسب برضو سندوتش ممكن نخطنا مثلا ايه اربع او خمس كطاع في السندوتش هنشوف تعالوا نجرب يعني تعالوا نشوف كده لو هنعمل سندوتش كده ايه اخد ايه نتعلوا بس نقطع اخر حتة ذي وعلى طول على التلجة ولو اللحمة اللي احنا جايبينها اللحمة المفهومة كانت فرش ينفع لحنا نعمل الكلام ده ونفرزه اه تعالوا بقى نوزنها عشان نشوف يعني احنا كده عملنا قد ايه بعد كل ده هل يا ترى خست ولا زادت ولا قلت تعالوا نشوف الميزان هو اللي هيقول لنا كل حاجة الميزان ما بيجدبش طيب الحمد لله معدية تلتومية جرام يعني احنا بدقين بربع كيلو لحمة ميتين وخمسين زادت اه معنا تعالوا بقى نجرب نعمل سندوتش نحط قدية بقى اربع او خمس قطع كفاية حلوة قوي كده تمام كده طبعا بقى مع الخاص بقى مع اي اه اي دريسنج انتم حابينه اه طماطم فلفل اه اي حاجة بديل اللانسون بديل اللانسون زندوتشات المدرسة وصفة هتمفعل لكل الناس وزي ما اتفقنا اللي هي كمان تمشي للكيتو دايت واللوكارب والناس اللي بتحاول تاكل حاجة صحية بطريقة سهلة اتمنى ان شاء الله ان فيديو النهار دي يكون عجبكو كل الوصفات تكون بتعجبكو واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة